السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم أحبائي طلاب مدرسة المناهر الدولية؟ كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة عيد الفطر السعيد وتمنى أن تكونوا بنشاط وحيوية قد عدتم إلى المدرسة لمتابعة دروسكم لنبدأ أحبائي كما اعتدنا يا أطفالي دائما نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم قبل الطعام قبل اللعب قبل الدراسة قبل كتابة الوظائف نذكر اسم الله سبحانه وتعالى قائلين بسم الله الرحمن الرحيم إن درسنا اليوم للصف الرابع في مادة التربية الإسلامية وعنوان درسنا أحبائي حسن المعاملة الآن سنتعرف ما معنى حسن المعاملة لذلك قبض باختيار الحكمة القائلة أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا إن الحكمة هي حديث للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أحب عباد الله أكبر قدر من الحب من الله سبحانه وتعالى نحصل على أكبر قدر من الحب عندما نقوم بأفضل الأخلاق وأحسنها لذلك أتمنى منكم أن تحافظوا على أخلاقكم ومعاملتكم مع الآخرين كما اعتدنا أحبائي في بداية كل درس نقوم بمراجعة بسيطة للدرس السابق إن درسنا السابق كان حديثا للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم سأقرأه لكم وأتمنى أن تكونوا قد حفظتموه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه نعم تذكرتم درسنا السابق كان يتحدث عن الرفق إن الرفق يزين الإنسان وأيضا عندما يكون الإنسان مفتقد لهذه الصفة أيضا سيفتقد إلى صفة الجمال الجمال الخلقي أتمنى أن تكونوا قد حفظتم الحديث أحبائي وها هو درسنا الجديد حسن المعاملة إن درسنا عبارة عن حديث للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف إن حديثنا بسيط وذو معنى كبير يتحدث عن الرفق والعطف لذلك سأقوم بقراءته مرة أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف الآن سأذكر لكم جوانبا من الآيات الكريمة التي نستشهد منها عن الرفق الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى للمؤمنين لنبدأ بالآية الكريمة أطابق بين الجدول الأول والثاني بوضع الرقم المناسب الآية الكريمة يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى الآية الآية الثانية اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى أمن يجيب المضطر إذا دعاه في الجدول الثاني في الجدول الثاني صور رفق الله سبحانه وتعالى أمر الله تعالى الرسل عليه السلام بالرفق في التعامل مع الناس رفقة الله تعالى بمن التجأ إليه إذن رفقه تعالى بمن التجأ إليه ثالثا الله تعالى رفيق في أوامره ونواهيه سنطابق بين الآية الكريمة والصورة من صور الرفق الموافقة لها لنبدأ أحبائه يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى هل سورة الرفق الأولى أم الثانية أم الثالثة هل هي أمر الله تعالى الرسل عليه السلام بالرفق في التعامل مع الناس أم رفقه تعالى بمن التجأ إليه الله تعالى رفيق في أوامره ونواهيه لننظر نعم إذن ويريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى الله تعالى رفيق في أوامره ونواهيه إذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى إن الله سبحانه وتعالى يخاطب سيدنا موسى وأخاه إذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قولا له قولا لينا لا يأتي الإنسان بالحزم والشدة في البداية قولا لينا أي لطيفا ما هي صورة الرفق هل هي أمر الله تعالى الرسل عليه السلام بالرفق في التعامل مع الناس أم رفقه تعالى بمن التجأ إليه لننظر إذن إذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى إذن أمر الله تعالى الرسل عليه السلام بالرفق في التعامل مع الناس أما يجيب المضطر إذا دعاه نعم رفقه تعالى بمن التجأ إليه دائما نلتجأ إلى الله سبحانه وتعالى بماذا بالدعاء فيستقبلنا الله سبحانه وتعالى بالرفق ويستجيب لدعائنا الآن سأذكر لكم مواقف وننظر هل هي مواقف سلبية أم إيجابية هل أثرها كانت سيئا أم جيدا ونتعلم ما هو الموقف الذي يجب أن نقوم به ونتعامل به مع الآخرين أكتب أثر كل موقف من المواقف الآتية سألت صديقي سؤالا برفق وأدب ما أثر هذا الموقف سيكون بالنسبة إلي ولصديقي نعم سيكون أثر حسن جيد لماذا لأنني سألت صديقي برفق وأدب هل سمحت من فضلك عندما نطلب شيئا من الآخرين نستخدم كلمات لطيفة وتدل على الأدب والتربية الصالحة ارتفع صوتي بحضور والدتي ما أثره سيكون أثره سيئا أم جيدا نعم أثره سيئ لا يجب أن نرفع صوتنا أمام والدين أو أي شخص كبير إذن الأسلوب الأمثل للتعامل مع الناس هو أيهما الأدب والرفق أم بصوت عال وبغضب إذن هو حسن المعاملة كما ذكرنا حسن المعاملة بالكلمة اللطيفة بالكلمة الطيبة تتذكرون حديث الرسول الكريم الكلمة الطيبة صدقة لذلك نستخدم أنفاضا لطيفة و نستخدمها للتحدث مع الآخرين لا نستخدم العنف الآن سأذكر لكم مواقف كثيرة و يجب علينا أن نقوم بتنفيذها في الحياة الاجتماعية مع أهلنا وأصدقائنا في نهاية الدرس الآن سأذكر لكم قصة تدلنا على نوع آخر من حسن المعاملة ونوع آخر من الرفق مع ليس الإنسان إنما الكائنات الحية الأخرى لننظر أحبائي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ به فنزل البئر فمل خفه ثم أمسكه بفيه فسق الكلب فشكر الله له فغفر له قال يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا فقال في كل ذات كبد رطبة أجرا أتمنى أن تكونوا قد فهمتم القصة أحبائي في كل ذات كبد رطبة أجرا أي أننا نكسب الأجر في التعامل مع الحيوانات كما نكسبه في التعامل مع الإنسان كما ذكرت لكم نزل الرجل إلى البئر كما رأيتم أحبائي قصة الرجل المسلم مع الكلب عندما قام بإحضار الماء لهم ونتذكر جميعا الحديث النبوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض هل لاحظتم بسبب قطة قامت المرأة بحبسها ولم تطعمها ستدخل النار شاهدتم أن الرفقة وحسن المعاملة يكون مع الأشخاص الآخرين وأيضا مع الحيوانات يوجد أحاديث كثيرة عن حسن المعاملة ولكن ذكرت لكم بعضها أتمنى أن تحفظوها جيدا وتقوموا بتنفيذها سأذكر الآن لكم آداب حسن المعاملة بعض هذه الآداب التي يجب علينا تنفيذها في حياتنا ومع أقاربنا ومع أهلنا ومع الأشخاص الذين نحبهم ونعرفهم أولا أبدأ بالسلام حين ألقى الآخرين السلام عليكم تعرفونها جميعا هي تحية الإسلام ومن آداب حسن المعاملة أيضا أصافح أصافح أخي عند ملاقاته أيضا أبتسم في وجه أخي المسلم أيضا من آداب حسن المعاملة لا أتقدم على من هو أكبر مني سنا عند النزول من الحافلة عند النزول من القطار عند المشي في الشارع لا أقوم به التقدم على من هو أكبر مني إنه عمل خاطئ أيضا لا أرفع صوتي أثناء التحدث مع الآخرين ومن آداب حسن المعاملة لا أقاطع الآخرين أثناء حديثهم مساعدة المحتاجين والضعفاء امرأة كبيرة في السن تحمل أكياسا كثيرة أحمل عنها عندما نكون جالسين في الحافلة أيضا يأتي رجل مسين امرأة عجوز أيضا أدعو المكان لجلوسهم وعند مشاهدة أشخاص يحتاجون نقود أو يحتاجون أي شيء أستطيع أن أقدمه لهم لا أبخل عليهم لأنه لأنه كما ذكرنا آداب حسن المعاملة الرفق بالآخرين أيضا مصاحبة الأخيار والبعد عن الأشرار وأريد أن أنبهكم أطفالي إلى نقطة مهمة إذا كنتم على قدر من القوة أو النصح تستطيعون أن تنصحوا أصدقاءكم الذين مبتعدين عن آداب حسن المعاملة بتقديم النصح لهم بتقديم النصائح لهم بتعريفهم بجوائز ومكافأة الإنسان المسلم الذي يحافظ على أخلاقه فسيكون لكم الأجر بإذن الله عندما تقومون بتحفيزهم على ترك الأعمال السيئة وأيضا من آداب حسن المعاملة يا أطفالي أن نحسن التعامل مع العمال والخدم وغيرهم جميعنا نعلم كيفية تعامل مع العمال والخدم بالرفق والكلمة الطيبة أيضا أحبائي مشاركة أهلي وأقاربي بأفراحهم وتقديم التهنئة لهم أيضا من آداب حسن المعاملة ومن آداب حسن المعاملة أحبائي زيارة أخي المسلم في مرضه وأدعو له بالشفاء عندما يكون أحد أصدقائكم مريضا فسارعوا بالذهاب إليه وأيضا الدعاء له بالشفاء بعد صلاتكم أقوم بالدعاء لصديقي لكي يشفى من مرضه هذه بعض الآداب في حسن المعاملة أتمنى أن تقوموا بتنفيذها بحياتكم ومع أصدقائكم ومع أهلكم ومع أقاربكم وكما ذكرنا أيضا من آداب حسن المعاملة الرفق بالحيوانات ذكرنا حديثين عن الرفق بالحيوانات الطالق أتمنى أن تكونوا قد حفظتموها وفي النهاية نتعلم من الدرس الرفق دليل كمال الإيمان أيضا الرفق ينمي روح التعاون بين الناس كما ذكرنا وفي النهاية أيضا الرفق بالحيوانات يجب علينا الرفق بالحيوانات وحسن معاملتهم وهكذا أحبائي نكون قد وصلنا لهاية درسنا أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من درسنا واستمتعتم إلى اللقاء في دروس مفيدة وجميلة تستفدون منها في حياتكم ومع أصدقائكم وزملائكم